انست يا رب الكلماتي اسمع صراخي يعني تفهم اللي أنا فيه يا رب طيب ربنا فاهم وعارف بس يعني دي حتة من ابن لأبيه ازغي إلى سط البط يا ملكي وإلهي خلي بالكم داود صرخ كم مرة هنا ثلاث مرات انست اسمع ازغي وده يعلمنا اللي جا جا في الصلاة انست اسمع ازغي طيب يا عم داود هو ربنا يعني مش سمعك ما سمعك لكن سخط داود في ربنا لأنه واثق في ربنا جدا فبيكرر على ربنا المطالب بتاعته بعد بعض الاباء قالوا ربما داود بيخاطب السلوس القدوس هو مش امام الله الاب بس امام الاب والابن والروح الخدس عشان كده كرر الطلب كم مرة ثلاث مرات انست اسمع ازغي يا رب يا ملكي يا الهي مش احنا في الجمعة العظيمة بنقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك اذكرني يا خدوس متى جئت في ملكوتك اذكرني يا سيد متى جئت في ملكوتك كنستناك كنيسة انجلية كل صلوة فيها تتمشى مع روح الانجل نلاقي هنا يا رب يا ملكي وإلهي داود نفسه ملك لكن هو امام الله ايه ولا حاج انت يا ربي ايه ملك الملوك انت إلهي انت ملكي انت سيدي انا ابنك يا رب انا ابنك يا رب انست يا رب الكلمات كلمات كلها ثقة انا واثق يا رب انا عندي ايمان يا رب انك مش هتخيب ظني ابدا صلاة من القلب يعني القديس يوحن زهبي الفم يقول لنا الصلاة التي لا تخرج من اعماق القلب قد لا تصل الى صقف الحجرة لا هنا الابة عالية شوية يمكن توصل لغاية الابة كده عشان كده اول مزمور في صلاة النوم من الاعماق صرخت اليك يا رب طالبتك من عمق قلبي يا رب يسوع الماسح اعني تتقال في التسبحة في بكياك وكياك قرره بيجي بتبقى صلوات من القلب ما يخرج من القلب يدخل الى القلب ما يخرج من القلب يدخل الى القلب وما يخرج من اللسان قد لا يصل الى الازان اخدم بالكم انست يا رب الكلمات ويسمع صراخي يسمع صراخي مش لازم الصراخ زي الكاريزماتيك اللي هم الخمسينيين اللي بيصوتوا ويصرخوا لا 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 ده ربنا مرة قال لموسى النبي ما لك تصرخ الي الكتاب قال موسى صرخ لا من الاعماق من الاعماق صراخ من الاعماق لما الواحد يصلي من عمق القلب وهنا نأتي للنقط شروط الصلاة المقبولة طبعا كلنا بنصلي كلنا بنصلي لكن احنا مش اعظم من التلاميذ اللي قالوا لسيد المسيح علمنا يا رب كيف ان نصليه وفي الاعادة ايه افادة ليه وليكم صح الصلاة المقبولة لازم تكون من الاعماق زي ما قلتلكم اول حاجة كمان او تاني حاجة تكون من قلب قد تطهر بالتوبة قلب متطهر بالتوبة اقول له واحد يا فلان اصليلي يقول لي عمم انا خاطي طب خاطي تم تقدم توبة وتصلي خلطة صلاة التائب تخترق السحاب فالقلب التائب ما فيش انسان فينا بلا خطية ولو كانت حياته يوم واحد على الارض والقدس يوحن اكد المعنى ده قال ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا ولكن ان اعترفنا بخطيانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا يبقى الصلاة المقبولة حتى وانت خاطي اه وانت خاطي الى هذا اسمع الى التائب المسكين المنصحق امامي من قلب تائب من قلب تائب اشتركوا في القناة